ألف مليون مبروك لندي الزمالك التأهل لنهاء دوري أبطال أفريقيا بعد ما قرر فوزه على نادي الرجاء المغربي بنتيجة كبيرة ثلاثة واحد في المباراة كانت متبينة جدا في أحداثها ما بين الخمسة واربعين ديئة الأولى والخمسة واربعين ديئة التانية لكن أكيد مليون مبروك بقى للكرة النصرية كلها أول مرة في التاريخ نهائي كمة الأهل والزمالك يتحول من الدوري والكاس وحتى السوبر الأفريقي في 94 أو نفتكر وهي تلعب في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث كده شبه بالضبط ما أقولك برشلونة اللعب لعب مدريد في الفاينال أو زي ما شفنا من حوالي سنتين لما شفنا بوكا جونيورز وريفر بلايت الأرجنتينيين لعب وفاينال الكوبة لبريتادورس في مدريد مباراة واحدة 90 دقيقة طبعا هتبقى نارية جدا جدا يوم 27 نوفمبر لكن أكيد أحلى حاجة ما فيها أن ده أول نهائي يبقى الطرف فيه الاثنين مصريين حاجة أكيد بتبين سيطرة الأندية المصرية السنة دي على بطولات أفريقيا كنا نتمنى طبعا لبريتاد زيكسة بالكونفودري عشان نستحوذ على كل حاجة ويبقى كمان السوبر الجاي إن شاء الله مصري ولكن أكيد الأكيد مليون في المية إن فيه طرف مصري إن شاء الله هيلعب نهضة بركان في السوبر طيب النهاردة مباراة الزمالك والرجاء شفنا أداء متبين جدا والشوت الأول أكيد كنا مضاقعين لدي الزمالك وباتشيكو هيلعب بالتحفز اللي احنا عارفينه لكن مش قوي كده يعني ما بلغش ممكن تتحفز وممكن تركش شواه في الدفاع لكن مش ما تبقاش أوفر بالمنظر اللي احنا شفناه على غير عدتي أنا وأنا بحط البنات على البورد حطيت شكل نهي الزمالك وهو في الدفاع في شوت الأول يعني مش هتلاقو ولا لاعب من الأزرق بمس نهي الزمالك في نص ملعب نهي الرجاء ده كان شكل نهي الزمالك في شوت الأول 45 ديئة كاملة في الحالة الدفاعية أربعة واحد أربعة واحد صريحة مصطفى محمد المهاجم الصريح نهي الزمالك المفترض دايما بنشوفه بيضغط على حامل الكرة لأي فريق منافس فأي مباراة كنا بنشوفه لنادي الزمالك في الدولة أو حتى في دولة الأبطال كان بيرجع يقف في الحيط تاني واضح جدا نهي الزمالك وتعليمات تاتشيكو أربعة واحد أربعة واحد مش عايزين يسيبه ولا صغرة في العمق ولا في الطرف أي حد بيحب الكرة ومتابع لها من الزمان هيقولك طول ما أنت بتدافع زيدي على الزم أكيد هتغلط وممكن كرة تيه غصب لعنك يعني فيه أكيد أمور هتحصل حتى لو أنت واقف بيرفكت حتى لو أنت واقف فأحسن أحسن أحسن دفاعاتك أكيد هيحصل غلطة لأن أكيد المباراة مش هتمشي كلها زي ما أنت مخطط لها وكمان طول ما أنت سايب الكرة في أيدي المنافس المنافس أكيد بيغير من أسلوبه بيحاول يعني مثلا أنا جربت ده أنا ألعب كروس مش شمال ما منفعش ألعب واحد مليمين ما منفعش أجرب أشوف من بره بطاقة الجزاء يمكن تيجي أعمل وانتو هات أكيد هابدأ أغاية ليه؟ إن الكرة معايا الكرة معايا طولي الوقت أنا بعمل بها كل حاجة وبالتالي فجة نظري نادي الزمالك غلط في الخمسة واربعين ديال أولى في إيه؟ إن ارتكن للدفاع الأوفر وطريقة أربعة واحد أربعة واحد عشان ظنن منه إنه هيحافظ على نتيجة الزمالك لكن طبعا برضو هو بيلاعب فريق مش قليل نادي الرجاء فريق مش قليل وجمال إسلامي طبعا وسط الظروف اللي هم بيمروا بيها كرونا والتأجير وكل حاجة اللعبة جاية ما فيش أي حاجة هي بقي عليها وبالتالي قدمه 45 دي أولى كانت ممتازة جدا من نادي الرجاء لعبه بطريقة أربعة ثالثة ثلاثة بدري بنون طبعا صفقة نادي الأهل الجديدة أكيد واحدة من أقوى من أقوى الصفقات الدفاعية اللي أنا شفتها في السنوات الأخيرة ليه؟ شفنا لاعب مثلا الكرة التانية لما كانت بيتجيله ما كانش بيشتد بدري بنون نهارده أقدم أعتقد بطاقة اعتماده لجمهور نادي الأهلي في الرزانة في أداؤه شفنا حد ما حتة كده من عماد النحاس لعيب بيسلم الكرة رجل في رجل بيتحرك بشكل كويس جدا بيقطع بدون فاول بيعمل تاكلينج على الأرض بدون فاول وعمل بعض الألعاب الدفاعية في الشروط الأول بشكل جيد جدا لكن واضح جدا مشروط تاني كان فيه انهيار بدني تماما عند الفريق المغرب ولكن أرجع تحيي الشروط الأول خصوصا من بدري بنون اللي هو كان نادي الرجاء بيعتمد عليه في البلدنج أب بتاعه وبون الهجمة بدري بنون واخد يا جماعة المساحة دي كلها لوحده محدش بيضغط عليه خالص نادي الزمالك مكانش بيحاول يضغط عليه وبالتالي نادي الرجاء كنا بنشوفه بيحضر الهجمة بكل سهولة بكل يسر وطبعا أهم لاعب اللي احنا بنتكلم عليه دايما محسن متولي محسن متولي العقل المدبر للفريق ما كانش فيه معاه أي من تمام دي كانت برضه واحدة من أخطاء باتشيكو ما ينفعش تسيب محسن متولي من غير ما تخليه لاعب يمسكه لمحسن متولي وانس ان هو استلم الكورة وانس ان فيه مشكلة عليك فيه خطورة ده العقل المدبر للفريق وصنق ألعاب الفريق فما ينفعش تسيبه بالحرية دي طبعا محسن متولي شوف نفسه لأول عمل كل حاجة في الكورة وزع الكورات على الأطراف اخترق من العمق وعمل وانتوهات كتيرة حتى ليه كورة كانت خطرة جدا 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 من على مشارف منطقة الجزاء وقدر يوصل زميله للدرجة اللي شوفنا فيها نادي الرجاء تمن لعيبة في نص ملع عبدالي الزمالك كان شكل غليب جده نادي الزمالك كل ده لسه محتفظ به العمق بتاعه طريقة 4-1-4-1 نادي الزمالك كان بيسترد الكورة عشان يعمل هجمة مرتدة كانوا بس اتنين اللي بيحاولوا يجروا او ثلاث لعيبة زيزو ومصفى محمد وبن شل لكن طبعا كان عندهم كارسة كبيرة جدا لعيبة بعيدة جدا جدا عن بعض كل واحد هنا في الطرف مصفى محمد في العمق زيزو واخد الطرف التاني فالمساحة بعيدة جدا ايه اللي هيحصل اول ما اللعيب ده هيبدأ ياخد الكورة ويخش بيها نص ملع عبدالرباء حيضطر يستنى لغاية لما الفرقة كلها تبدأ تتقدم عشان يلعب الكورة ويبدأ يباص ويلعب الكورة المشكلة كان طبعا فيه تعليمات ان لو احمد عيد طار عبدالله جمعة يتأخر عبدالله جمعة طار احمد عيد يفضل ليه؟ عشان احافظ على النصق الدفاع بتاعي والعمق الدفاع بتاعي يعني تحسوبا لأي حاجة مرتدة ممكن تحصل لنادي الرجاء عليها شوط الأول لنادي الرجاء كنت اوصح بالفرص ووصلنا الرقم غريب جدا انك تشوف نادي الزمالك في مصر وهو الاستحواز في الشوط الأول 69% لنادي الرجاء واحد وقشيف نادي الزمالك رقم كارثي رقم كارثي طبعا انك تشوف الرقم ده حاجة غريبة جدا تشوف نادي الزمالك وهو بيلعب في مصر طبعا اكيد ما فيش جمهور فمش فارقة بس برضو نايز بصراحة ولا يحصل معه في مصر ولا يحصل معه برا مصر انه يتعامل عليك استحواس 69% من فريع تضيفه عليه صعب جدا وبالتالي ده كان طبيعي جدا 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 انه يترجم في بداية الشوط التاني ومن كرة مفيش فيها اي بلدنج اوب وفيش فيها اي هجمة هدف الرجاء اللي جه في الديئة 53 كانت كرة معطوعة عنه الرجاء خلاص نزل 45 ديئة تانية ما عندهش حاجة بقى يكي عليها تماما نزل مندفع بيضغب بطول الملعب لعيبة بدأت تضغط على مدافع نجل الزمالك الكرة خطفت قدام منطقة الجزاء وملونجو المهاجم الرجاء الضعيف جدا 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 شهد كرة والسلام خبطت طبعا في عبدالله جمعة وغيرت اتجاهها عشان اتخادع محمد ابو جبل وهي ده الغلطة اللي حبنتكلم عليها ثم انت بتدافع انت لازم تبقى عندك فكرة انك ممكن تتقبل هدف من لا شيء ده وده اللي حصل فعلا في بداية الشوط التاني ولكن كان في ميزة للزمالك ان الجون ده جيه في وقت مبكر الجون ده جيه في وقت مبكر الجون ده لو كان جيه مثلا لو قدر الله بعد الديئة 75 وبلد بعد الديئة 80 كده هتبقى قزمة كبيرة جدا ليه انها هتبدأ تضغط في اخر دقايق وجدت ممكن تتسحل كده تتجر لرقالات التربيح ولكن الميزة للزمالك ان الهدف ده جيه بدري وانسل ان الهدف ده جيه بقدري خلاص لعبة نيزة للزمالك بدأت اوتوماتيك من غير حالة التعليمات من بره هي نفسها بدأوا خلاص يلا نطلع ونلعب لعبنا المعتاد او نيزة للزمالك لعب لعب معتاد بدأنا نشوف الفريق بيلعب بقى بيتحول للأربعة اتنين تلاتة واحد وبدأت الفرقة تبدأ تلاقي مساحات لبعض فالجاني الساسي اللي في الشهوط الاول كان مختفي تماما لانه كان عنده يعني بعض التعليمات الفنية انه يبقى ثالث في نص الملعب بدأ ياخد الراحة بتاعته وهنا ميزة اللعب الكبير فالجاني الساسي غايب لمدة خمسين ديئة او خمسة واربعين ديئة في الشهوط الاول وخمس ديئة مشون التاني مفيش مشوثنوش في الجاني الساسي تماما شوفنا اول لقطة في الجاني الساسي لما هرب قدام منطقة الجزاء وقدر يحط الكرة اللي يعني سيمي ار تو كده ويركنها على يمين حارس الرجاء ده قيمة اللعب الكبير اللي يعمل لقطة يخلص بيها كل حاجة عشان كده فرجاني الساسي تمانه غالي مرتابه الثانوي غالي ليه عشان المهارة دي اه قاعد خمسين ديئة ما بعملش اي حاجة بمشى في الملعب بدافع مليش اي دور هجومي ولكن لما اجي انقذ الفريق بانقذه بنشرق برضو حتى في الهدف اللي تلغى في نهاية المباركة اللي يبقى هدف جميل جدا لكورة اللي حطها من فوق الحارس دي برضو تبين لك الكواليتي بتاع لعابة نادي الزمالك لعابة نادي الزمالك كواليتي بتاعها عالي قوي خبرة كبيرة وعشان كده وانس انهم خدوا قرار بان احنا هنهاجم خلاص شوفنا نادي الزمالك بيقدر يضغط نادي الرجاء واللي ما عملوش في تسعين ديئة اولى وخمسة واربعين ديئة اولى من شطر الاول في ماتش الاياب قدر يعمله في اعتقد حوالي نص ساعة انه جاب اربع اهداف تلات اهداف حسبه واحد اتلغى بداعي التسلل وقدر نادي الزمالك كن نكسب تلاتة واحد امتى لما لعبت عادي لما بدأت تقدم الاياب بتاعتك وبرضو مش عايز انسى الدور اللي عامله اسلام جابر النهاردة تحط في موقف صعب جدا جدا على اي لعيب النتيجة تقوله العب في خط الوسط عشان انا ما عنديش لعيب تاني يلعب جانب طريق حامل المضطر لعب في الجانس سيسي في رقم 10 عشان اوباما مصاب الدور اللي عامله اسلام جابر كان مميز جدا لجهده وقدر يقطع كرات كتيرة لنادي الرجاء باتيكو درس النهاردة قوي ليك ما تحاولش ان انت تغير فلسفة نادي الزمالك نادي الزمالك نادي الزمالك نادي كبير نادي هجومي بالدرجة الاولى اول ما بتظن ان انت دفاعك الكتير او المستعميل هيحافظ لك عن نتيجة لا انت بتسيب الكرة لمنافس يعمل بيها اللي هو عايزه واكيد طبعا كل ده هيتنسي بعد ما شفنا الـ 45 ديئة التانية اللي اكيد نادي الزمالك ومهوره ومبسوطين بصعود الفريق للفايل ده كانت تحليل مباراة الزمالك والرجاء تاني 1000 مليون مبروك نادي الزمالك التأهل وان شاء الله نشوف نهائي مصري بحت ونهائي مسير يوم 27 نوفمبر بإذن الله نادي الزمالك فينا الدوري عبطال افريقيا وبإذن الله بإذن الله نبارك برضو خلال الفترة الجهة طبعا لمنتخب مصر عندنا مطشين مهمين جدا مع توجو واحنا موقفنا في تصفيات أفريقيا سيء بعد التعادل في أول مطشين فان شاء الله نحتفن يعني نلعب مباراة الأهل والزمالك بعد ما يكون المنتخب حقق انتصارين في مطش مصر ومطش توجو بإذن الله شكرا جزيلا كنت معاكم كمين اشتركوا في القناة